السلام عليكم. هل ممكن ان انا احول الى معادلات? انا مش قصدي ان انا بالمعادلات اعمل حاجة شبه الى الى معادلات. لا. انا اقصد ان انا اعمل وبعد كده احوله الى معادلات. وتفضل المعادلات دي باستمرار مرتبطة بديتا الاصلية. يعني لو زودت ديتا جديدة هتقبلها برضو. ولو عدلت فيديتا الاصلية هترفلكت في المعادلات دي. كمان ممكن احط عليها سليسر او اعمل لها اي حاجة وتفضل دايما متصلة بديتا الاصلية. الاجابة اه ممكن. تعالى نشوف مع بعض ازاي. عندي جدول فيه الانات والتكاليف لسنتين اكتر من تمانين الف لاين. عايز اعمل منه تقرير. فروحت على الشيت اللي بعديها وعملت بي فيو تيبل بالشكل ده. ولخصت التكلفة والمبيعات بالكاتيجري ولكن زي ما انت شايف البي فيو تيبل محدود. لو حبيت ازود اعمدة تانية فيها الجروس بروفيت والجروس بروفيت مارجن او ازود بعض الساب توتلز يعني اجمع حاجات مع بعض واعمل ساب توتل او مثلا اغير الفورمات او اضيف بعض التشارت صعب جدا في وجود البي فيو تيبل. عشان كده قدرت احاول البي فيو تيبل ده لمعادلات عادية. فطلعت ريبورت بالشكل ده. ده نفس البي فيو تيبل ولكن لو وقفت على اي سيل من دول هتلاقي الفومولا بار فيها معادلة. والبي فيو تيبل اختفى. عملت براحتي زودت اتنين تشارت. وكمان رغم ان ما فيش بي فيو تيبل لكن عندي سليسر ممكن اختار البلد. ممكن اختار الشانل وممكن اختار السنة. كل ده شغال معايا ديناميك. تعال مع بعض نشوف ازاي عملنا الريبورت ده. الخطوة الاولى اني احاول 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 الجدول ده الى معادلات. لو روحت على بي فيو تيبل اناليز هتلاقي ها يسمىها في النص فيها يسمىها ولكن للاسف هتلاقيها دمد. لو عرفت اشغالها هاقدر احاول البي فيو تيبل ده الى معادلات. بس عشان اعمل كده كان لازم وانا بعمل بي فيو تيبل اعمل حاجة معينة. تعال نشوفها مع بعض. ده نفس الجدول اللي بدأنا منه. تعال نحاول نفهم الديتال الموجودة بسرعة. اول قرم في الديت. بعد كده السنة. بعد كده كل قسم من اقسام السوبر ماركت. بعد كده البلد اللي موجود فيها السوبر ماركت. كمان التشانل. يعني باعت فيزيكل. ولا باعت اونلاين. والريفنيو والكاست. انا هنا عندي سنة واحدة بس. اللي هي سنة عشرين. شلت منه سنة واحد وعشرين. عشان هنشوف مع بعض لما نضيف واحد وعشرين. ايه اللي هيحصل في الريبورت. الحاجة التانية انا حولته لتيبل فورمات. لو روحت على تيبل ديزاين. هتلاقي اسمه ديتا. واول الخطوة ان انا اعمل ساماري باستخدام بيفوت تيبل. فحروح على تيبل ديزاين. هلاقي حاجة اسمها سامارايز وست بيفوت تيبل. هيفتح لي الويندو المشهورة بتاعة البيوت تيبل. هلاقي هنا اسم التيبل اللي هو ديتا. وانا معلم مع نيوركشيت كمان. في حاجة مهمة جدا لازم اعملها. وهي دي اللي هتشغل الموضوع كله. Add this data to the data model. هتشك عليها واقول اوكي. هلاقي عندي شيت جديدة. وادي البيوت تيبل بلايس هولدر. وده كمان البيوت تيبل لست. متعا نعمل نفس البيوت تيبل اللي كنا عملينه قبل كده. الكاتيجري هحطها في الروز. الربنيو والكوست هحطوهم في الفاليوز ونمبر فورماتينج سريع جدا. قبل ما احاول البيوت تيبل ده لمعادلات الاول هعمل اثنين سليسر. فوانا مختار البيوت تيبل هروح على البيوت تيبل اناليز. وهقول له لو سمحت انست سليسر. هختار واحد للشانل وهختار واحد كمان للكونتري. ودوس على اوكي. هلاقي عندي اثنين سليسرز. تعال نجرب لو اخترنا الجيريا مثلا الجزائر. شغال معايا الانلاين والفيزيكل. ممكن طبعا اشيل الفلتر من هنا. الدنيا شغالة تمام. تعال بقى نجرب نحول البيوت تيبل ده الى معادلات. هختاره. تاني على بص بقى المرة دي شغالة معاك. لو دست على السهم اللي تحت ده. هتلاقي اسمها convert to formula. اول ما هتدوس عليه هتلاقي فعلا البيوت تيبل اتحول الى formula. لو اخترت مثلا اول سطر البكري ده اول كاتيجري عندي. بص على formula bar هتلاقي معادلة اسمها cube member. وجواها شوية حاجات الparameters المختلفة. لو اخترت اي value هتلاقي function تانية او دلة تانية اسمها cube value. وهتلاقي برضو جواها بعض الحاجات. المؤادلتين دول مش هنتكلم عنهم بالتفصيل قوي في الفيديو ده. بس هناخد حبة حاجات صغيرة ممكن تساعدك انك تعدل فيهم بشكل سهل جدا. ممكن طبعا تلاحظ بسهولة السليسر شغال بشكل ممتاز رغم من البيوت تيبل اختفى. ولكن المؤادلات دي دايناميك. وبتقرأ كمان من البيوت تيبل بشكل ممتاز جدا. تعال بقى دلوقتي احاول بشكل يدوي اعيد ترتيب صفوف اللي موجودة هنا. ودخل شوية ساب توتلز. فمثلا انا هخلي البريبيرد فود ده الوحده. وهاخد كل الحاجات اللي فيها فود احطهم تحت بعض. والحاجات اللي مش فود هجمعهم مع بعض واعمل شوية ساب توتلز. وانا بعمل كده هخلي ريكوردنج سريع شوية عشان ما ضيعش دلوقتي الفورماتينج بدا يبقى الشكل اللي انا عايزه. عملت انا عايزه خالص وزبطت كمان شكل الاندي. دلوقتي انا محتاج بس ازاود ساب توتل هزاوده ازاوده ازاود اي فورمولا جهو ال اكسل شيت. فحاختار التو سيلز مع بعض. سيجيبلي توتل اللي فوق. طبعا اختصار الفنكش بتاعت الصم او الشوتكات بتاع الصم. نفس الكلام هعمله هنا. وبقى عندي عندي ساب كاتيجوري اسمه food and beverage اغزائه ومشروبات ودي كل الحاجات اللي تحتي. وعندي ال prepared food او الاغزائه الجاهزة في ال line لوحده. وعندي كمان النان فود الحاجات اللي ما هياش اغزائه ومشروبات ليها ساب توتل لوحده. محتاج اضيف هنا كولم جديد عشان احسب فيه الجروس برافيت. فحسمي كولم جديد وهسميه جروس برافيت. كل اللي هعمله اقوال وهاخد ده مينس ده. وهدوس انتر. كنترول سي وهاختار السيلز اللي عايز اعمل فيه القصة دي كلها. وبعد كده اعمل كنترول في طبعا ممكن ازبط الكولوموايت. وان لو عايز اضبط الفورماتين ممكن اختر للكولوم ده بالكامل. واختار الفرشة من فوق. وادوس هنا هتلاقي الفورماتciliation بتاعك زبط بالكامل. فبقى عندي لكم اسمه الْجروس برافيت. عايز كمان اجيب Congress Profit Margin. فكتب موسيقى الفت ولكن فاخرها هحط بيرسانت. دي معناها عيناها الرغيس برافيت مرغين. وده ما هو الا القاسم على سيديه نسبة مئوية فممكن اختار نسبة مئوية وزود علامة عشرية واحدة كنترول سي نفس الكلام هختار السيلز اللي هيعمل فيها العملية دي ودوس كنترول في ونفس الكلام ممكن اختار الكولوم كله واختار الفرشة وازبط الفورماتين مرة واحدة طبعا هيضيع البرسنت فممكن ارجع اختارهم تاني وزبط البرسنت وقلنا علامة عشرية واحدة كده الريبورت بدأ يبقى كويس قوي طب المعادلات اللي داخلت بأداية دي هل هتتغير لو غيرت الفرسليسر تعال نجرب ادي الجزائر الدنيا بتتغير مصر الدنيا بتتغير الانلاين الفيزيكل الدنيا كلها ماشية بشكل ممتاز جدا الخطوة اللي بعد كده ممكن اعمل انسرت هنا واحسب النسبة من الريفنيو رائد كليك وانسرت تعال نسمي كولوم جديد هنا والكولوم ده هسميه برسنتو في توتل ريفنيو كل اللي هعمله اكول هاختار مثلا البكري واقسمه على التوتل وادوس F4 عشان اسبت المعادلة نفس الكلام هاخد copy واختار كل السيلز اللي فيها القصة دي دلوقتي بقى عشان ما بوضش الفورماتينج ممكن استخدم paste formula alt h v f ادي كده paste formula ونفس الكلام هستخدم البرسنت وممكن ازود علامة عشرية ولو اخترت اي سل من دول ممكن اقوله ignore error ونفس الكلام الريبورت بتاعي بيتغير مفيش مشكلة خالص الريبورت بالكامل بتغير بتغير السليسر اللي عندي الديتا اللي موجودة في الجدول ده تخص سنة 2020 لكن جات لي ديتا بتاعت 2021 وعايز اشوف هل في امكانية اني كمان اغير الريبورت ده وخليه include ديتا جديدة ولا لا ادي تابه اللي فيها 2021 موجودة في شيت منفاصلة هاختار من تحت الهيدر لغاية الاخر خالص ctrl c وهروح على الجدول اللي احنا عملناه اللي فيه الرو ديتا او الديتا الخام بتاعتنا واول سطر فاضي هعمل ctrl v الجدول بتاعك هتمدد وهتلاقي ديتا بتاعتك دخلت جوا نفس الرينج تعالي نرجع الريبورت بتاعنا ونشوف التوتل كام التوتل وانا مختار شاير كل الفلاتر حواري 6.600.000 واربع مليون وشوية في الكوست هروح على ديتا ريبن وحلقها هيسمها رفرش اول هدوس على رفرش اول هيعمل رفرش دي الماضل اللي شغال في الباك اند و ادي بقى 13 مليون ونص وهنا 8 مليون وثلتمية اقدر اختار اي حاجة من السلايسر افك الفلتر او اعمل اي فلتر انا عايزه يبقى كده الدنيا شغالة معاك فليكسبل رغم ان فيش بيوت تابل ولكن بتعمل ابديت زي ما انت عايز على الديتا طب بما ان فيه كده سنتين انا شايف سنتين على بعض فانا محتاج لسلايسر تالت يواريني سنتين بس انا قردي حاولت الدنيا الى معادلات هل في امكانية ازود سلايسر تالت ولا بفيش في اللقطة دي هنحتاج نخش جوه الفورمولا دي بتاعت الكيوب فاليو تحديدا الوقتي مختار اي رقم قلنا هنلاقي كيوب فاليو فانكشن فمحتاج اخش جواها واشوف اززاي ممكن اضيف سلايسر تعال كده بص معايا هتلاقي كيوب فاليو بدأ باول برامتر اسمه this workbook data model واي كيوب فانكشن لازم بتبدأ بالجزئية دي الجزئ اللي بعد كده ادي ا5 و b3 بيعمل ريفرنس لي الرو هيدر والكولوم هيدر وطبعا زي ما اتفقنا هنا فيه فانكشن تاني اسمه كيوب ممبر وهو بيشتغل معاها بشكل كويس قوي لكن بعد كده فيه قمع حاجة اسمها سليسر سليسر تشانل اللي هو ده وحاجة تاني اسمها سليسر كونتري وهو ده يبقى انا لو قدرت اجيب اسم السليسر اقدر ادخله جوه المعدلة وحيقرر السليسر بشكل كويس جدا لكن انا كمان محتاج اعمل سليسر اصلا طب ازاي عمل سليسر وانا عنديش pay for table مفيش مشكلة هتروح على insert ومن insert هتلاح اسمها filters وهتلاح اسمها slicer هتختار slicer هيفتح لك الويندو دي اسمها existing connection هختار data model وهختار ال table الوحيد اللي عندي double click عليه ادي table بتاعك و ادي كل ال fields انا عايز slicer layer هختار layer وادوس على اوكي بقى فيه slicer layer طبعا لو حاولت تختاره مش هيعمل حاجة لاني لازم اعمل تعديل جوه الفورملا بس الاول محتاج اعرف اسم slicer لو اخترت السليسر وروحت على المينيو بتاع السليسر فوق هتلاقي slicer settings وهتلاقي حاجة اسمها name to use in formula اهو slicer underscore year هعمل cancel هاخش بقى جوه الفورملا دي وحاجي في الاخر خالص وعمل كاما وابدأ اكتب اس ال بص ادالك اختيارات كل slicer انا عايز slicer layer اهو هختاره double click وادوس على enter كده السليسر ده بقى بقى يقرى layer فادوس على 20 او 21 بيغير معاك كويس طيب انا عايز يغير في كل ال table هعمل ايه؟ هعمل control c هاختار كل السيلز اللي كانت موجودة من الاصل في ال pivot table اللي جواها الكيوب فاليو function او الدالة اللي اسمها cube value هاختار دول وهاختار دول هاختار دول هاختار دي وهاختار دي هاختار دول وهاختار دول هاختار الدنيا شغاله معاك ممكن تفك السنه وامل اختار السنه اللي انت عايزها بما نعرف نعدل فيه الكيوب فاليو ونزاود فيها سليسر وده كافي جدا انت ممكن تزاود سليسر او كمان شيل سليسر لو عايز يعني لو دلت اي سليسر من دول الدنيا ماشي معك تمام خلينا كمان اعمل تعديل صغير او في كيوب ممبر تعالى نقف على اول واحدة فوق اللي اسمها sum of revenue وبص جواه مكتوب ايه كيوب ممبر طبعا واضح قوي انها تختار حاجة من داخل الموضل او من داخل التابل فزي ما انت شايف برضو بدأ بـ this workbook data model ده تكون لازم لازم تبدأ بكده وبعد كده بيختار من الماجرز احنا عملنا ماجر لا ما عملناش ماجر بس مجرد الجمع اللي عملناه في البيوت تابل تحول الى ماجر واختار اسم الماجر sum of revenue مش هقدر اغير اسمه لكن برضو في الاخر بعد الدبل كوت اللي هنا ده لو عملت كاما ممكن ازاود حاجة اسمها كابشن يعني ايه كابشن يعني الليبل او الشكل الخارجي اللي بره حتى لو ما غيرتش اسم الماجر نفسه يبقى هعمل دبل كوت وحكتب هنا revenue ما كان sum of revenue واقفل ونفس الكلام هعمله هنا حاجة في الاخر واعمل كاما دبل كوت واكتب كوست واقفل الدبل كوت وادوس enter طبعا كده الدنيا بقى شكلها احسن كتير ممكن ان وسطا الهيدرز دي شكل التابل بتاعك كل شوية بيتحسن بشكل افضل بكتير اخر حاجة عشان اوصل للشكل شوية مع بعض في اول الفيديو ان انا زود اتنين تشارتز واحد باي تشارتز عشان اوري النسب اللي موجودة هنا دي الثلاثة نسب دول عشان اشوف قد ايه كل الكاتيجري بيكونتروبيوت او بيساهم في المية في المية بتاع توت الرفنيو فهاختار زي ما اخترت كده وان دايس كنترول التلاتة سيلس دول وافضل دايس كنترول واختار التلاتة كاتيجريز مع بعض وبعد كده اروح على insert ومن insert الحيطة بتاعت التشارتز هاختار الباي تشارتز لكن انا هاختار دونات شارت فرسم لي زي ما انت شايف على طول دونات شارت ومحتاج اعمل لها شوية فورماتنج سريع انا بصراحة مش ناوي قتع بنفسي قوي في الفورماتنج فممكن اطلع فوق انا مختار التشارت حلاقة شارت ستايل الستايل ده كويس قوي هعمل بس فيه تعديل سريع ولكن قبل ما مع التعديل ده تعال نرسم كمان التشارت التاني التشارت التاني منتهى البساطة عايز اشوف الجراس بروفت برضو لكل كاتيجري هاختار اول كاتيجري وادوز كنترول وادو الثاني وادو الثالث وهبدأ اختار الرقم اللقصات كل كاتيجري من دول برضو انا دايز كنترول ونفس الكلام هروح بعد كده على انسرت واروح اقول لو سمحت انا عايزك تعملي المرة دي بارد شارت وزي ما انت شايف بقى عندي بارد شارت ونفس الحكاية مش ناوي غالب نفسي هاختار ستايل جاهز زي اللي موجود هنا وهعمل عليه شوية تعديلات بسيطة التعديلات دي برضو هعملها انا بعمل فاست فورورد عشان ما نضيعش وقتك تعال بقى نجرب كده لو اختارت اي حاجة من السليسر ادي الجزائر التشارت بتاع جروس بروفت بتتغير التشارت بتاع النسب توتر ريفيوم بيتغير التابل بيتغير نفس الكلام لو اختارت سنة معينة ونفس الكلام لو اختارت اونلاين او فيزيكل او حتى شلت كل الفلاتر فضيل لي حاجة صغيرة قوي انا هنا مش قادر اشوف الجروس بروفت بتاع التوتر الان او 32% انا انا اشوف الـ 12% و 39% و 54% عشان اشوف ده كمان على نفس التشارت فيه طريقة كده خدع كده خدع كده ظريفة بنستخدمها وستساعدك مش بس للموضوع ده انا ياوخدع حج عايز اواريها لك عشان انا اتساعدك في حاجة تانية كتير فتعال انجرب هروح على انسرت ومن انسرت هروح على الستراتيشن شابس هاختار مثلا المربع ده وحرسم المربع ده جوه هنا وبعد كده وانا مختار المربع ده هاقف جوه الفوملا بار واقول له ايكول واختار تحت خالص ادي النسبة انا عايزها وادوس انتر هتلاقي النسبة بتاعت حضرتك ظهرت موجودة هنا قدامك ممكن بقى ازبط بسرعة كده الفورماتينج هنا كده بقى عندي الجروس بروفت بتاع الكاتيجريز كلها مع بعض وعندي الجروس بروفت بتاع كل الكاتيجريز لوحده ونفس الكلام دايناميك لانه بيقرأ من هنا فشغال معك دايناميك والدنيا ماشية كويس قوي يبقى احنا شوفنا ازاي البيوت تيبل اللي احنا ساعات ما ما نحبوهش بسبب ان هو الفورماتيج متاعه مش قد كده ازاي ممكن باستخدام الديتا موضل نخليه اقرأ من الديتا موضل دايريكت وبعد كده نعمل حاجة ظريفة شايفها دي واستخدمناها بشكل هايل جد لو عايز تعرف اكتر عن مزايا الباور بيفوت وازاي ممكن تستخدمها بشكل عاملي جدا في شغلك اللينك اللي هتلاقي عشرش دلوقتي حالا هو لسلسلة من 16 فيديو بيتكلم بالتفصيل من البداية خالص عن الباور بيفوت لغاية مستوى متقدم جدا ممكن تبص عليها واعتقد هستفيد بينها كتير شكرا جدا ولو سمحت اشترك في القناة واسب لي تعليق وعمل لايك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته